السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان كريم اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم طريقتي في ختم القرآن الكريم في رمضان وهي الطريقة لتدخلني انني نقسم القرآن مرة وجوج حتى ثلاثة ديال المرات اذا هالطريقة كيف هي واضحة قدامكم هي اننا نقسم عدد صفحات ديال القرآن الكريم على عدد صلوات اليوم اول صلاة اللي هي صلاة الصبح او مع الفجر نقرأه خمسة ديال الصفحات وفي صلاة الظهر نقرأه خمسة ديال الصفحات وفي صلاة العصر نقرأه عشرة ديال الصفحات وفي صلاة المغرب ثلاثة ديال الصفحات وفي صلاة العشاء ثلاثة ديال الصفحات وفي قيام الليل عشرة ديال الصفحات ومثلا لمقدر شقرة مثلا نقوله احنا في صلاة المغرب مقدر شقرة هالثة ديال الصفحات ممكن ان هالثة ديال الصفحات يقسمها مثلا الصفحة يزيدها في الظهر وصفحة في الفجر وصفحة في قيام الليل اذا مهم اننا خلال اليوم نقرأ هاد العدد ديال الصفحات ديال القرآن الكريم وبهالطريقة غد نقدره نختمه القرآن الكريم ان شاء الله في اسبوع اذا كما تنظن بالان طريقة رها واضحة وبينة لي عندو شيء تساؤل يكتبولي في التعليق وغضي نجاوبكم ان شاء الله بالنسبة لهذا الفيديو تتمنى انكم عمري ما طلبت منكم انكم تبارتاجيوا فيديو من الفيديواتي ولكن هذا الفيديو تنتمنى تنتمنى مكون قلبي انكم تبارتاجيوا مع الناس التي تعرفوهم باش تعم الفائدة وان شاء الله الجامعة ان شاء الله كل شيء ان شاء الله يختم القرآن الكريم بالصفة الخطرات ان شاء الله في هات الشهرطة على رمضان وما تنسوش ان الدل على الخير كفاعله وان اي واحد غادي يختم القرآن الكريم بزفة الخطرات بهذه الطريقة وتكون انتم مع السبب في ختم القرآن غا يكون عندكم الأجر بطبيعة الحال وهذا مكان وتنتمنى الله يتقبل صيامنا وقيامنا وان شاء الله رب يرفع البلاء علينا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة